يعني عايزين كمان نقولهم من الأسباب الخطأة اللي ممكن تخليكوا تتجوزوا سريعا كده ومن الأسباب الخطأة اللي ممكن تخليكوا متتجوزوش الأسباب الخطأة اللي ممكن تخليكوا تتجوزوا إن الأهل واللي حوالينا يزنوا علينا إنك تتخيالي إن ده منتهى السعادة ودي النهاية السعيدة اللي هتبدأ بها يا حياة كلها سعادة إنك تتخيالي إن الرجل ده موجود عشان ينقذك من حياتك ويحقق لك أحلامك كل الأسباب دي وإنك تخلي في لو حقول إن ده مش سبب غلط مش حقدر أقول إنه غلط لكن هو مش أصح الأسباب يعني لكن مش حقدر أحطه في قائمة الأسباب الخطئة لكن ما تتجوزيش الأسباب دي وإنت ما تتجوزش عشان تجيب واحدة في البيت تخدمك أو عشان تجيب واحدة في البيت تستقر مع عاطفين عشان أنت شقي قوي فمتخل إن هي هتعملك تهزيب وإصلاح لأن ده مش واجبها أساسا ومش عشان تستقر مديا فتلمي لك فلوسك وتحقى وتزبط لك أمورك لأن أنت مفروض تبقى راجل ناضج يعني لما تيجوا تتجوزوا تتجوزوا لأسباب الصحيحة ولما ما تتجوزوش أعرفوا أنتوا ما بتتجوزوش لي إذا ربما يبقى عندكم أنتوا مشكلة نفسية خايفين من المسؤولية خايفين من الارتباط في ناس عندها بانك من الارتباط حالة الارتباط بيوترهم جدا فعالجوا نفسكم برضو فوبيا من المسؤولية فوبيا لعلاقات الطويل أيوة فوبيا بالمسؤولية طبعا ليها تعبير بس أنا مش عارفة لكن كل الناس اللي بتعاني من فوبيا الارتباط دي عارفة أن عندها مشكلة وساعات ما بتبقاش عارفة وبتطلع القطط الفاطسة في الطرف الآخر عشان تقولك إيه أس هو عنده مشاكل فأنا ما ارتبطتش به لأ أنت اللي عندك مشاكل صحيح وده اللي احنا عايزين نقوله لما تكون بتاخد قرار أو بتاخدي قرار وهنا الكلام للرجل والست يعني مش هنتحمق لحد في الحكاية دي لازم تبقى عارفة أنت بتاخده ليه وبجد تكون اشتغلت عليه وتعبت عليه لو عايز تتجوز أو تتجوزي لازم تبقى عارفين ليه ولو مش عايز أو مضرب برضو لازم تبقى عارف ليه